معايا النجمة كبيرة ساميرا سلم حبيبي يا إدوار إيه الأمر ده؟ ده أنت الأمر يا قلبي إنت بس عنك حلوة بس عشان كده شايفنا حلوين يا قلبي منورانا في القاهرة اليوم أولاً أنا سعيدة باللقاء دواً وسعيدة كمان لكل العاملين في أوربت وقلهم كل السلام وأنتوا طيبين والواحد بيحس أنه هو في استأهله يعني وهو متواجد كده دي أهم حاجة الحمد لله يعني أنا كنت بشوف حضرتك على الشاشة كنت بحبك من طريقتك ومن أدوارك المختلفة لما شفتك وأدوة حكالي عنك النهار ده لأ حبيتك قديها قدي ده تسعتاشر ألف مر قبيب نورتنا وشرفتنا النهار والناس هتحببها بعد الحلقة بقى تلت تلاف مر بقى الناس في الدول العربية بقى أكبعاً وانا بحبهم كلهم قلبي واخدهم كلهم عملت 120 فيلم يعني على قدينا ماشاء الله أنا لسه ما وصلت الشركة ماشاء الله ربنا يديك الصحة وتعمل كده إن شاء الله أنا عملت 87 فيلم بس أنا عايف أنتوا اشتغلتوا مع بعض نحنا لسه أول مرة نشتغل مع بعض فعلاً ده أنا عندي صورة لكم من الأرشيف بس أنا واريتها بس الإعلام اللقاء اللي كانت عامل انتوا الاثنين كنتوا مع بعض آه فعلاً في قرب كان هو بيروح للفنان وبيقابله كان في البيض كنت عامل فقرة اسمها وحشتون آه فعلاً في الفترة دي كنت يوقف التمسيلي لأ كنت نازلة أعمل ينا يا جدو موسلسل إيه اللي خلاك يتوقفي؟ آه سنة ألفين والدتي توفت أوكي فجت لي حالة نفسية إن أنا بنت وحيدة آمم فلا ولد ولا بنت فكانت هي صاحبتي بعد وفات أبوي فهي كل حاجة بالنسبالي آمم فلما حصل إنها توفت فأنا جاء حالة نفسية لا هو غدد ولا هو هرمونات ولا أي حاجة منتي آمم فبقيت أدخن لدرجة إن أنا هربت على ليبيا عم بتعرض مصرح في ليبيا وفصل رويات عليا مثلا الجزارة الجزارة معنمت القهوة بيت مش عارفة بيت ميت يعني الحالة النفسية خالتك تتخدم آم كورتزول دخنة وأوصل مش كورتزول ولا أي حاجة طيب ووصلت المية وعشرين كيلو نعم ووصلت المية وعشرين كيلو وأنا الطول عمري وزني من خمسة وستين سبعين آمم ده ده اكتئاب نفسي بس آم صح؟ آمم ومش أكل لوحدك أما ده مش الكورتزول ده بيسموك كورتزول كورتزول ده هورمون بيطلع في الجسم الجسم فعلي بيتخن جدا بيصرب بالكتئاب آم آمم إنت لو جدت حالة اكتئاب من غير ما تاكل ولا تشرب ولا كده تبصنك بتغيفخ آيوة ده حقيقة دي غريبة قوي دي آمم طيب ومحاولتش تتغلبي عليها وترجعي تغلب تام الرجيم مفيش فايدة مفيش فايدة آمم بس عملت عملية الحاجة الوحيدة اللي فوقتني كان أحمد بدير اللايماسي بلقيك لعمل إيه؟ وقال لي جاريا يا سمية إنت هتبقي بكاراكتر؟ آم كدأ بقيت خلاص كاراكتر؟ كنت فتن شعبان؟ travel الفاكر فتن شعبان كنت كده نفس الجسم ده يا لهوي فلا طبعاً عمل إيه ف oleh يوم كنت في الهون فلاقيت واحدة جسمها حلو كده أبيت شافتني قايت إنت إحنا بنحبك كنت lumière عملت كده ? اطلع اعمل إيه أنا مش عارفa بعمل ميت حاجه مش عارفة أخس قالت لي بصي شوفي الصورة دي لقيت واحدة واخدة مساحة كرسيين في بعض حاجة كده هي بنت واحد صاحب محل لأكل فقالت لي أنا دي قلت له ما اللي بقيت كده ازاي قالت لروح للمستشفة كذا عملت فيها العملية تدبيس معدة او تحويل مصار فبدأت نزلت بعدها في حدود شهر شهرين بقيتها نزل ده غد ما رجعت بقيت قدامي كده بس ما تعبتش قلت لها يا انت منتي يعني ما فيش اي اثار جانبية قلت لي طب تعالي دخلت الحمام ووريتني فتحة العملية ازاي كان بيفتحوها مش بالليزر صغير اه اه هي تلاتة سنتيو بتاعة بتتعمل كانت دلوقتي بعملها بالليزر اه فا اي كلفت ادي اي كلفت ادي كذا طب نزلت روحت للراجل دون الدكتور دون المستشفى دي فقابلته وقلت له انا جاية من طرف فلانا اه وانا يعني جسم ما بيستحملش العملية الجسم الجرح ما بيقفلش بسرعة قال لي ما تخافيش والحكاية وبتاعه عشان وطول بس انت بتعملوها وبتخرجوهم انا لا افضل هنا غد ما حس نفسك وياسك قال لي طيب وما له هتفضلوا يوم بعديها وخلاص اوكي المهم روحت عملت العملية وبتاعه وبدأت هيه 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 بيئة انزل لغا تاديت ننزل لواحد غد ما بيئة 45 كيلو يا خابر 45 كيلو 45 كيلو اه اقف 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 إنما أنت عرفة لو زدت اتنين تعدها كيلو بتحسين آه تحسين انتين متضايقة بس تقولي مربوطة خلاص طبعا فكرتش تتزلي جمع بقى وتعملي جمع دلوقتي؟ آه وإحنا فاضيين يا ودي يا شغال جامد قوي يا معلم مش بسألت شغل شغال نار انت عندك وعندك جامعة وعندك سنوية عامة طبعا مش ولادة ولأحفادي ما شاء الله الله أكبر انت عندك ولد وبنت ودلوقتي أحفاد عندي من ابني 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 أنا واخده هو عنده وماكملش شهرين ما شاء الله ومربيه أنا يا خفيف هي خدت مني الوضع أنا خدت منها ابنها يا والله بدنها أيها فبقى دلوقتي في الجامعة في تانية جامعة ما شاء الله وهم أخلفوا بعد كده ولد تاني فبقى معه آه ده والوقتي في التعداد رايح قولها سنو ما شاء الله أما منت بقى جايبة لسه نونة كده عنده سنة ما شاء الله بتمبزتي بقى حفادك بقى آه يعني أنت عارف أنا مش بحس إنهم أحفادك أنا مش بحس إن أنا كبرت على فكرة أنا حس بروحي إن أنا زميلتهم دي أحلى حاجة وده فعلا ده اللي إحنا شايفينه قدامنا بصراحة يعني مش بحس إنك أصلاً عمرك ده في البطاقة وإنت مش محتاجه في حاجة إنت محتاج إنك إنت تبقى دايماً عندك الروح اللي هي تدي للآخرين يعني ما تبقاش إنك إنت قتم وقفل الدنيا صح فده بيبقى انطباع وحش العمر ما بيتقسب السنة بالزبط وبعدين طول ما أنت بتضحك وبتبتسم صح والله حتبص تلاقي في حياة جواه صح بس حالك طول عمرك كده على فكرة أنت حتى من أول ما بدأت يعني اتخرجت من أداب وحتى لما دخلت المجال أنت قلت إن دخلت المجال وأنا في بقى معلقة دهب أه مش محتاجاها مش محتاجاها وأخدتي المشوار وأنت مبتسمة وجميلة ودايما متفقلة الحمد لله أنا دخلت عشان بصي أنا بعمل أي حاجة بحبها آه لو أنا هتصور صور فوتوغرافية لو ما خدتش على المصورات ده وحبيته مش هياخدوا حاجة فش ياه آه مش هتطلع الصورة حلوة ولو أنا دخلت في قلب اللوكيشن وما خدتش على الناس وتقربت منهم مش هتعرف تاخد مني حاجة تعالي بقى نرجع لزمن الأفلام الجميلة وليلي بقى مين أحسن ناس اشتغلتي معا وكنت مرتاعة معا في الشغل ومواقف كده كده كل واحد ليه طعم آه وآه مين أكتر حدر تحتيله وانت بتشتغلي معا كان آه لا يرحمه محمد راضي آه عملت معا الحجر الداير آه نجوم من المخرجين هم عشان عيلة راضي قريبين لنا آه فطبعا أنت عايفة اللي مربينها مسرح سيد راضي آه آه فكما أنا المخرجين اللي هو آه يتقرب منك آه يعني بيجي جاي البيت يختار الهدوم بنفسه اللي هتشتغل بيها طبعا يا طبعا أنت ما بتلاقيش ده يبعت لك ستيليست وبتاعه وعد البسي كزا وتعملي كزا يعني احنا ما كناش بنعتمد على بتاعة ملابس تجيب لك هدوم لأ احنا كنا بنرسم الهدوم وتتعمل أغلبية الأفلام اللي أنا عاملها اللي فيها قمصان نوم أنا رسمهم حضرتك اللي رسمهم آه رسمهم ومتفصلين خلال أفلام لبيض واسود يعني لبس مثلا سمية جمالي لبس هندروستوم الأفلام وملابس والحاجات ديات من أفلام لبيض واسود أرسمها وتجد تفصل ماشتعلتيش ليه في الموضوع ده فتحت يعطي ليه بقى طالما بترسلم أنا كنت برسمهم علشاني أنا مش علشان أروضه يعني طب وأدويت كان بيقولك مين من النجوم اللي كنت بتحبي يتمثلي معي هو وتشتغلي معي بس جانا كنت بموت في الملك فريد شاو فريد شاو طعم و علاقتك إيه بقى حكالنا إحنا كنا في البيت عنده على طول كنا كانت لسه رانيا عبير ولا رانيا أيوة المصغيرين عبير ورانيا كنا بنقعد في المكتب عنده نصهر وكده يعني كانت رانيا بتقولي بيته مفتوح لكل الناس لكل فعلا لكل يخش يأكل واشرب وممشي بزرط ده حقيقي؟ آه أنا كانت مادام سوي الرمزي كانت عاملة حفلة وكده عيانا بعد ما خلصنا المسلسل بتاعهم البنات فقابلت مادام فريد هناك خدنا بعض هنا بالحط يعني بقلنا فترة مش شفناش بعد أنت وفريد؟ أنا ومادامته أنت ومادامته آه ده قريب آه ده قريب الفريد فين بسعجل علي لا فاكر زمان لا ده فاكر زمان يعني لا طب وفريد شوية كان بنساحج بحاجة مثلا بيقولك عاجات آه يعني هو بص يعني فريد كان يعني لو شايف في حاجة وحشة بيصلحها آه اللي كان بدييني نصيحة كان مدبولي الله يرحمه بالنسبة للمسرح عبانا مدبولي آه لأن شغلت معا في المدبوليزم وكان صديق والدي آه وهو اللي دخلني الفن يعني هو اللي بداي الدخولي بيفتح مصرحية المدبوليزم كنت لازم أن أنا أنزم عشان أشتغل معا وبابا رافت عشان أنا بيت وحيدة وأنا في اسكندرية فأصريت إن أنا لازم أنزله لازم عايزة ودعه ما عارب شي لغاية ما اتجوزت عشان أنزل أشتغل وانا يسه في تانية سنوة انت جوزت وانت في تانية سنوة؟ عند انت عزاري والله بس الفرق مبينك ومبين جوزك عشان أبويا مش عايزة نزلني طب واشتغلت أنت كنت شغالة في وقتها في التمثيل؟ لأ كان مدبولي اللي عايزني أنزل آه أنزل أشتغل معا في المدبوليزم طب اتجوزت عن حب بقى كده؟ لأ حب لأ كنت لسه أقولك الفرق كان عشرين سنة تقريباً ما هكتناش نعرف نحب آه كانت فرق كبير كمان هو كان لسه موظف في بنك وبعد ده طبعاً أنه قد موصل مدير بنك يا عفدلتي أنت عفدلتوا متجوزين هي جوزة واحدة في حياتي آه هي الحد طول العمر وزعلتي قوي لما تقل برضو طلعت إشاعات على أن أنت جوزت سبع مرات وحاجات كده لا ما هقول لحضرتك على حاجات إيه اللي بيقولوا ده؟ لا هقول لحضرتك أنا للأسف قدت مع موزيق ومعد برنامج وصحفي معروف وبدأ ياخد كلامه هو عنده قناة خاصة فقطعي الكلام وتقال بقاً في كلام مش حلو إن أنا اعتد علي تعمل علي تسوي علي آه فأنتي فاهمني بس فمشهد من كذا بس الإشعاعات دي بنتي بتأثر عليك اتجوزت مع عمر القرزافي آه أنا قريت دي آه قريت دي كمانا آه عشان كنت بتعمل مصرحات في ليبيا آه عشان كنت بتعمل مصرحات في ليبيا آه عشان كنت بعمل قول نبي ما شوفته والله ما شوفته وويلي حقيقة انت على هو والله ما شوفته وبعدين هو طب كويس نبول الجوزات تب ماختيش هدية حلوة كده منه ما شفتوش والله بعطلك حاجة هدية حلوة احنا كنا بنشتغل تابع توجيه المعنوي لأ كنا بنشتغل تابع توجيه المعنوي فما كناش بنتقابل و احنا كنا بنلف تابع ترنيه للجيش كله في المحافظات كلها او الشعبيات كلها